لنلتقي في جبهة القتال عبارة رددها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد أن خلع زيه المدني وارتد بزته العسكرية حاقدا العزم على قيادة العمليات العسكرية بنفسه بعد أن استشعر خطورة الموقف على الأرض خطوة أبي قابلتها دعوة أمريكية بأن لا حل عسكري للصراع في إثيوبيا إلا طريقة دبلوماسية لكن أبي يصم آذانه عن دعوات واشنطن التي يتهمها بالتآمر مع تيجراي وحلفائها لإسقاطه كيف لا وهي التي تحتضن قياداتها في العاصمة الأمريكية على الأرض تحتدم المعارك على عدة جبهات وتهدد قوات تيجراي وحلفائها بالزحف إلى العاصمة تتحدث تقارير عن أنها باتت على مشارف أديسة أباب لكن السلطات تؤكد أن ما يعلنه المتمردون من تقدم عسكري وتهديد وشيك للعاصمة مبالغ فيه تحاول جبهة تيجراي التوغل حتى بلدة ميلي بهدف قطع طريق حيوي يربط ميناء جيبوت بأديسة أبابة غير أن قوات إقليم عفر الموالي للحكومة تصدت له يؤكد الرواية المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمن قائلاً إن الجيش الأثيوبي وجماعات مسلحة من الإقليم تمكنوا إلى حد الآن من وقف التحركات قوات تيجراي لقطع الممر لكن القوات تبكنت من التحرك جنوباً سوب أديسة أبابة التي بات يفصلها عن المتمردين مئة كيلومتر ليس إلا تفشل الوساطة الأمريكية والإفريقية والأممية في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمتمردين لوقف الحرب الأهلية فيذيق الخناق على أبي أحمد فيستغيث بشعبه لوقف زحف قوات التيجراي ومن والاهم تتحدث آخر التقارير عن أن الإمارات دخلت على الخط وأنها أنشأت جسراً جوياً لدعم الجيش الأثيوبي يزداد المشهد خطورة وضبابية في البلاد فتسارع الدول إلى حث رعاياها على مغادرة إثيوبيا بشكل فوري من بينها فرنسا، ألمانيا، تركيا، أمريكا والمملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر